نائب رئيس الوزراء الأوكراني يعلن من العاصمة البلجيكية بروكسل عن قرب موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كياف والاتحاد الأوروبي إعلان أربزوف جاء عليه للقاء جامعه بمفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والذي صرح خلال مؤتمر صحفي العرض لا يزال على الطاولة والاتحاد الأوروبي لا يزال على استعداد لكي يوقع اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا العاصمة الأوكرانية كياف تشهد منذ حوالي أربعة أسابيع مظاهرات احتجاجية يشارك فيها آلاف الأوكرانيين الذين ينددون برفض حكومة يانوكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي